موضوع المرتبط ولكن نعرف بأنه عندكم فيه أسئلة هو الجازوال الروسي أولا الاستيراد ديال الجازوال من روسيا قبل هذه الحكومة وفي هذه الحكومة كان دائما في حدود ديال 10% ونعطي الأرقام سنة 2020 كان الاستيراد ديال الجازوال الروسي هو في حدود 2029% 2021 خمسة في المئة 2022 تسعة في المئة وهذا راجع بالأساس لأن الاستيراد حر الاستيراد حر بلدنا عملت على تسخير كل جهود لسيما ونعطي هنا واحد المثال حكومة بلدنا درت مجهودات كبيرة باش تستورد الفحم الحجاري الروسي لأنه هو اللي ساهم في التحكم في الفاتورة ديال لإنتاج الكهرباء ببلادنا اليوم لا بد أن نتكلم على أن متوسط سعر الغزوال خلال هذه الفترة من بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطقي العرضي والطلب وكرالكو شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر